موسيقى 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 جزائر اشتركوا في القناة القصبة تقع في اعالي جزائر العاصمة وهي اكبر الاحياء القديمة في الجزائر تقول كتب التاريخ ان القصبة بنيت على الاطلال الرومانية منذ اكتر من الفين سنة شكون بناها هو الامير بولوغين الصنهاجي وفي عهد الامبراطورية الاعتمانية تحولت القصبة الى مقر للسلطان بعد ان اعاد الاعتمانيون بنائها يعني الاعتمانيون كانت كينة القصبة قبلهم وهما زادوا بنايات بنوها فوق الجبل المطلع للبحر الابيض المتوسط كقاعدة عسكرية هذه القاعدة العسكرية شكلت حصنا مانيعا صامدا ضد اعداء الدولة الاعتمانية الى غاية 1830 هذا التاريخ تدخل الاحتلال الفرنسي الى الجزائر هذا الاحتلال اللي دام 132 سنة هاي نوري لكم اول جامعة تبنى في القصبة جامعة سيدة رمضان والا شوفوا باللي قدام شوفوا بنيقى بالقرمود اللي زوت هتلقى فيهم اللي تبنى وقتلعة 8 ينتو تلقى فيهم تلقىش في قرمود تلقىهم قبب قبب شيدا كلو ستيل تلعة 8 ينتو قالوا هدايا بالقرمود وهدي العين مكاين العيون اما القصبة في فترة الاحتلال الفرنسي فكانت الحي الذي تحدى في عنصة الاستعمارية حيث انطلقت الشرارات الاولى للتورا بالعاصمة وفي هاد الفترة كانت الاصعب والاهم في تاريخ الجزائر عم بانكم شما عندها تاريب القصبة يعني جزء من التاريخ الجزائر كبير رح ياريب معاهم قال لي نعاود لك الاسوار قيمتها شوية دينار قريب ريب ريقى عالطار دار داري جاب حبابه في لما هلكوني وخلوني تما انا ولادي في غمات دار داري دار داري قتلوا لي ولادي بالجوم والخير عندي من كله ولهم احلى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة قمت بتاع ضرب النح يعني حاجة انساها والذي رح كوفوها ضرب النح جيت من هذا الو تخي هذا هو النح هذا النح صغير في القناة بكاريا كين بيباني فيهم تخوى واحد فوق ليفهم واحد فوق ليزون واحد فوق العواد يجو باش كيد دقدق لافهم خرجوا لها اين فهم هي اللي يفتح لها الباب جو غصور يعارف مبصر كيد دقدق فنح دعا ليزون خرجوا لهم راجع ويفتح لهم الباب وهادوك اللي يجيو فوق العواد لازم يدير الفم النح طالع بره نعم نعم احمق نعم نعم لذلك نعم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة